اهلا وسهلا فيكم من جديد بقناة كونيك روشي بيروت. ان شاء الله اليوم بدنا نشرح مع بعض باياس للسيدات. يعني عملنا منه قبل نحن العمر من تمانية لعشر سنوات. بس اليوم مطلوب مني اعمله باياس للسيدات. البوليرو طبعا اه عملت عنه فيديو اه خاص بالاطفال ورجعت عملت فيديو مشان قصة التكبير. بس المشكلة انه انا لما اشتغلته اشتغلته اه بطريقة السناسل. يعني اشتغلت حبل من السناسل وارتفعت عليه القطب. اه بس الصبايا هلا طالبينه بطريقة تانية. شافوا فيديو اسباني لسيدي اسبانية. اه شرحته بطريقة الفستونات. يعني اه حلقات او اه مساحات فراغ. مشغول عليهم القطب اللي ما بيعرفوش يعني فستونات. اللي بيعرفوش يعني فستونات بيكون كتير منيح. الفستونات هني عبارة عن اه ارتفاع بعض قطب السنسل ومقابلهم بنعمل عمود. هللا رح بنشوف كيف رح نعملهم. اه بدنا نشتغلو بخيطان كونتسا اه القطن. وعلى قبر رقم ثلاثة. بدنا مقص بدنا شو ما كان موديلون او ستايلون. المهم انه عايزينهم مشان الزوايا. سحبت الخيطان من الوسط. وطبعا بدنا نعمل قطبط البداية. لشان نشوف كيف بدنا نعمل. اه بس اول شي بدي يقلكن انه الفستونات اللي بدنا نعملهم. اه العدد تبعهم بدي يكون بنقسها مع اتنى. اه ويفضل انه يكون معقد مسلا محيط الرقبة للسيدي اللي بدت اشتغل يعني اللي بدت اشتغل البوليرو. اه انا ان شاء الله بدي اعمل اتنين وعشرين اه فستان متل نفس الشي بالفيديو الاسباني من شان ما يضيعوا الصبايا. لانه هني بدون اه بترجمة لنفس الفيديو. يعني مش انا من عندي. لأ اترجمة لنفسي اللي السيدي عملته بالفيديو الاسباني. اه بدي اعمل اول شي قطبة البداية. وسبت القطبة على الابرة. برجع بارتفع اه اربع قطبة بسنسال. بدي اعمل عمود ببرمي وسبتو من اول قطبة عملتا. بس بدي مدو للعمود ليصير قدس ناسي. مش تغلو عمود ببرمي عادي. هيصار عننا اول فراغ. بنا نشتغل ان شاء الله فيه. برجع بارتفع كمان اربع قطبة بسنسال. بدي اعمل كمان عمود بس هالمرة بدي اسحبه من تحت هالقطبتان هون. كمان هيصار عندي فراغين. من هالفراغات هاي او الفستونات هاي انا بدي اعمل اتنين وعشرين واحدة. خلصت اتنين وعشرين واحدة متل ما شايفين. وهلأ بدنا ان شاء الله نقسمون. اه تقسيمتهم بده تكون عبارة عن اول قطبة واخر قطبة. يعني اول فراغ بدنا نشتغل فيه واخر فراغ هني للتزايد. لانه هو موديل ومن قدام اه موديل في او سبع. بقى من شان هيك بدنا نتر نترك قطبتان للامام. واربع قطب بدنا نحضرهم للزوايا. وبقايا بدنا نقسمهم بين الظهر وبين السدر. يعني الظهر بده تمانه. والسدر كل ما يليه بده اربعة. بنشوف كيه بدنا نشتغل. خلالة بعد ما خلصتهم بدي ابرم هيك الشغل وارتفع تلات قطب سنسال. بدي فوت باول فراغ. واعمل بقلبه عمون. برجع بعمل قطبتان سنسال وبعمل كمان عمود بنفس الفراغ. يعني قطبت في. والكل بيعرفها لقطبت في تقريبا صار. بدي ارجع اعمل العمود بالفراغ التاني. كمان قطبتان سنسال وعمود حده. هون بدنا نرجع نعمل قطبتان سنسال معنا. برجع بعمل قطبت في بالفراغ يلي بعدها. عبارة عن عمود قطبتان سنسال وعمود. هاي قطبت في بدي اكررها هون اربع مرات. يعني بدي اربع فستونات يكون بقلبهم قطبت في. وبعد ما بخلص الاربع برجع بعمل زاوي. اربع طبعا لانه هني لاول ميالة من السدر. هلا عملت اتنين. بدي ارجع اعمل بعد اتنين. وبرجع بعمل زاوي. وبعد ما بخلصهم بعمل اتمانة يلي هني للدهر. خلصت الفستونات اتنين وعشرين. وصار لازم بلش بالقطبت البوليرو. اه ببرمون طبعا وبارتفع تلات قطب سنسال. وبعمل باول فراغ قطبت في. طبعا قطبت في متل ما بنعرفها هي عبارة عن عمود. وقطبتان سنسال وعمود بنفس الفراغ. طبعا عمود ببرم. برجع بتاني فراغ كمان بعمل قطبت في. كمان عمود وقطبتان سنسال وعمود. بس بنفس الفراغ هيدا بدي ارجع كرر اعمل بعد قطبتان سنسال وعمود. برجع بكررهم. ليصير عندي اربع عوامين بين كل عمود وعمود في قطبتان سنسال. هاي اول زاوية معنا بالبوليرو. برجع بالفراغ يلي بعده بعمل قطبت في. الفراغ يلي بعده هو يعتبر بداية السدر. لانه هاي اول واحدة كانت قطبت تزايد وهاي زاوية. فازا هون هيدول آآ الاربعة يلي من بعدها اربع فراغات هول. هني عبارة عن السدر. ميلي من آآ من ميلات السدر. بدي اشتغل كمان فيهم ارجع اكرر قطبت في. يعني بعد تلات مرات. وهون بدي اعمل الزاوية التانية. بعد ما بخلص الزاوية التانية بدي اعمل تمن فراغات اعمل فيهم قطبت في. برجع بعمل زاوية. واربعة في. برجع بعمل زاوية. وقطبت التزايد الامامية. هخلص هون وبس اوصل لنهاية السطر. نرجع لكم. خلصت السطر كله وصار واضحين القطب. آآ هاي قطبت البداية هون. هون الزاوية. هول الاربعة الفي. برجع هونيك في زاوية هون. آآ برجع هوني في تمانة في. هي هون واضحين. آآ برجع في الزاوية بعد ما بيخلصوا تمانة قطب في. زاوية اربعة قطب في. زاوية قطبت التزايد. بعد ما بخلص اخر قطبت في. بختم السطر بعمود. محل ما بلشت بختم بعمود ببرم. برجع بارتفع قطبت سنسال وبرم الشغل. بدي بلش هالسطر بقطبت حشو. لانه بدي اختلف موديل القطب. بدي اشتغل اربع عواميد بقطبت الفي. هي اول عمود والتاني تلاتة اربع. هيك انا عملت اربع عواميد ببرمي داخل اول في. برجع بين القطب بسبت بحشو. بدي ارجع اعمل بالزاوية كمان بكل فراغ. بدي اعمل الاربعة. بس بسبت على العمود. يعني هي اول عمود. بالفراغ. برجع بعمل العمود التاني. هي التالت. والرابع. وبيجي هون بسبت بحشو بس على العمود هيدا. برجع بكرر مع التاني وبكرر نفس الطريقة مع التالت. يعني مع التاني فراغ ومع تالت فراغ. كمان بس تخلص الاربع عواميد برجع بسبت على العمود بقطبت حشو. وبدي كرر. هون كمان اعمل اربع عواميد. بس هالمرة بسبت برا. يعني بين القطب. بس هون لانه ما في بين قطب عم سبت على العمود هيدا نفسه. اما برا هون في بين القطب هالفراغ بسبت هوني الحشو. بس خلص الاربع عواميد. برجع بكمل على كل قطب في نفس الطريقة هاي. بدي كرر على الكل. الاربع عواميد وقطبة حشو. كررت القطب الى نهاية السطر وخلصتها كله. وبنهاية السطر بدي اختمه بقطبة حشو. هون بستخلاص قطبة في بين قطبة في والعمود اللي بلشنا فيه. نعمل قطبة حشو. هيك بيكون انختم السطر متل ما بلشنا فيه. مشان يكون الميلتان نفس الشي. بدي ارتفع تلات قطة بسنسال بس بدي واقف تكي الشغل لانه المفروض هلأ اه حدد الزوايا مشان ما يضيع انا عم بشتغل فيهم. اول شغلة اه ازا بنتطلع هون بالزاوية بنلاقيها عبارة عن تلات اناطر. هاي اول واحدة والتانية والتالتة. لانه هن يتكونوا على هاتلات مسلسات يلي تحت. فازا المسلس يلي بالوسط هو السنتر تبعها للقطبة. وهو اللي بدنا نركز عليه لبعدين لما بدنا نرتفع بالقطب ونعمل بعد زاوية. المفروض كل ما نبلش بالزاوية تكون من خلال هالوسط هيدا. منشان هيك نحنا بنحددهم منشان ما نضيع بعدين بالشغل. بدنا نحددهم من هون. لانه هيدا البداية الاسطر فيه للبوليرو هي اهم شيء وهي التأسيس. يلي بيخلينا شغلنا يكون صحيح. لما يكون كل الاعداد صحيحة من هلأ بيرجع بيستد ان شاء الله النتيجة منيحة. وصحيحة. طيب بعد ما حددت انا كل الزاوية وبعد تعرفت وين لنا. بدي ارجع ابرم الشغل وبلش القطبة التاني. او التالت بالاحرم. لانه هيدا الباترون طبعه عبارة عن اربع اسطر وبنضل نكررهم. يعني هي قطبة تكرارية مكونة من اربع اسطر وبنضل نكررهم. كل ما بنكررهم مرة يعني الاربع اسطر بنعملهم مرة بيكبر لاياس اكتر. هلأ برجع بدي اعمل تلات قطة بسنسال تانين. وفوت بين العواميد بين الاربع عواميد اعمل قطبة حشو. برجع بكرر بعمل تلات قطة بسنسال. وبعمل باول انطرة تعيد الزاوية. قطبة حشو. بين العواميد. برجع بعمل تلات قطة بسنسال. هالمرة عم بشتغل بالوسط طبع الزاوية. بس هالمرة ما بدي اعمل قطبة حشو. لأ بدي اعمل تلات عواميد. كل عمود وعمود بيناتهم سنسالان. هاي اول عمود وسنسالان. وتاني عمود. كلهم بنفس المطرح. وسنسالان. وتالت عمود. هيك تكونوا تلات عواميد يلي هني تقسيس لزاوية تاني. فوق الزاوية. برجع بعمل تلات قطة بسنسال. وبفوت بين العواميد يلي هون. لانه بدي كرر الطريقة هاي على الاربع هوني اناطر او الخمس اناطر يلي صاروا عنا. دلنا عمل تلات قطة بسنسال وتثبيت بقطبة حشو. بين العواميد. وبس وصل لعند الزاوية التاني نفس الشي بدي اعمل. عواميد بين كل عمود وعمود اوتوبتان سنسال. بس ينتهي السطر كله بختمه بقطبة حشو. مشان يكون متل البداية. برجع بارتفع تلات قطة بسنسال. وببروم اللاشغل. بدي اشتغل بالفراغ تلات عواميد. العمود ببرمج. بس يخلصوا تلات عواميد داخل اول فراغ. برجع بانتقل لتاني الفراغ وبعمل كمان تلات عواميد. تلات عواميد بكل فراغ بدي استمر عكل السطر. خلصت السطر كله بنهايته بدي ارجع اختمه بعمود متل لما بلشنا. طبعا بعد تلات سنسل وبسبت بالتالتة مشان يكون نفس الشي متل الجنب التاني. هيك خلص السطر. السطر يلي هلا بدي بلش فيه هو تكرار القطبة آآ بدايتها اللي هو السطر الاول يلي هو قطبة في. بدي ارتفع تلات قطة سنسال. وارجع اعمل قطبتان فراغ قطبتان سنسال وبنفس المكان اعمل عمود. هيك تكون معنا اول قطبة فيه على هالسطر. برجع ببلش بعمل بين العواميد بين مجموعات العواميد بهالفراغ بعمل كمان قطبة فيه. عمود وقطبتان سنسال وعمود. بدي دا لكرر بين كل مجموعة مجموعتين هيك هون بالفراغ اعمل قطب فيه. هي سرماية تلاتة من قطب الفين. وعم قرب على الزاوية. بدي اعمل هون كمان بها الفراغ. قطبت فيه. بس بدي انتبه لما بقرب لعند الزاوية. هيك هدول خلصه. صرت انا هون عند الزاوية. طبعا اتفقنا انه هون السنتر تبع على الزاوية. اه متل ما احنا هون معلمين على هالفراغ هي دا انه هو الوسط طبعا. كمان اه صارت الانطرة هاي هي الوسط طبعا. ومتل ما ملاحظين هالعمود هو الوسط طبعا. احسن شي انه نركز على العمود هيدا انه ينعمل عليه الزاوية اللي بعدها. بس هي هون في الفراغ بدو ينشغل فيه. بدو ينعمل عمود وقطبتان سنسان. يعني كأنه رح ينعمل هون. وبيناتهم سنسالان. لانه رح بنعمل اربع عواميد بين كل عمود وعمود وطبتان سنسان. اياهم اربع عواميد بين كل عمود وعمود وطبتان سنسان. برجع كمان بكرر آآ على الفراغات يلي بين مجموعات العواميد بعمل اطبتان. كررت اطبت في عكل الفراغات بس منسيت انه الزاوية آآ غير مودان. اللي هني اربع عواميد بين كل عمود وعمود اطبتان. بس وصلت لنهاية السطر بدي كمان عالطرف اعمل اطبت في عمود وطبتان سنسان. وببروم الشغل. بعمل بنفس المكان اطبت حشو. وبلش بقلب الفا اعمل الاربع عواميد. متل ما عملنا بالسطر التاني. وبالفراغ بين كل قطبة وقطبة بسبت بحشو. متل ما عملنا بتاني سطر تماما. كمان ما بننسى انه على الزاوية بنعمل ثلاثة اناطر حد بعض بس بنسبت على العمود بالحشو. نفس السطر التاني. بس خلص تكرار السطر التاني برجع بكرر التالت والرابع. وقد ما فيني بكرر من هالاربع اسطر لوصل للقياس اللي بديها. انا من بعد هالتكرار بدي اعمل بعد اربع او خمس مرات. قطبة اه لوصلت للقياس اللي بدي اياه انا عم بعمله لقياس اربعين. اه بس طبعا ازا بتقيس من عند الكتاف بيطلع ازود لان هو هيدا البوليرو نازل عن الكتف يعني كم قاشط مش مش كم جالس. اه جمالا لان هو احنا ما مركب له كم على الرغم انه فيكو تكفوه ويطلع يعني يكمل ليصير كم. المهم انه بس توصلي بدك تسكري تسكري فتحة الكام. هي فتحة الكام معي. هالكبر صارت تلاتة عشرين سنتي. اه حسب الاياس اللي عم بشتغل فيه. خلصت اه بعد سطر من هاي قطبة الاناطر. رجعت يعني بلشت من جديد. قطبة واناطر. وصار بدي سكر اه حفرة اللباط او حردة الكام او فتحة الكام. بيجي ببرم انا الشغل. وعم تابع القطب متل ما بدي وخلصت اكدت انه تمام. آآ آخر سطر كنت اشتغلته هون انا. آآ هيدول الاناطر. متل ما اتفقنا انه عم برجع بكررة للقطبة. بدي ارجع بالسطر يلي هو سناسل. هيدا هي السطر يلي انا بدي يعني الغي فيه فتحات الكام. برتفع ست سناسل. وبعمل قطبة حشو بوسط آآ الاناطر متل ما متعودنا بالقطب. بس للسدر. يعني ما بكفيه على الكمام. لانه بدي افصل الكام عن الجسم تبع البوليرون. بيجي انا بشتغل على كل السدر. هي اشتغلت عليه كله سناسل وقطبة حشو. برجع بيجي ع اخر وحدة اللي كنت اعمل عليها آآ زوايا. هون ما بقى بدي اعمل زاوية. بعمل قطبة حشو عادية. يعني هيدا السدر كله. صار قطبة حشو عادية باخره. يعني انا عم بترجم كيف نعمل بالفيديو الاجنبي. برجعت يعني هي فصلة كل هالمساحة هاي تعيت الكام. واستفادت هي من القطبة ان استعملت رأسا اناطر مشان هي بعدين ما ترجع تعمل اناطر. وقفت عند قطبة الاناطر لتستفيد منها. رجعت اختصرت كل الكام. وفاتت عتاني ميلي. رأسا عملت قطبة حشو. يلي كتير حست انه دايقة بعد ما بتعمل هالطريقة. فيها تعمل هون تلت سناسل تكملته القطبة. لان هي تلت سناسل وقطبة حشو. فيها تعمل تلت سناسل وتكمل قطبة حشو. وفيه كلها تعملوا متل آآ الباترون تماما. وتعملوا قطبة حشو. هيك سكرت هي الكام. وصارت تفرجينا انه هي انا سكرت الكام. ووسعوه ناسبة. اما ازا حدا صدرها كبير يعني وبدت آآ ترتاح اكتر بالقطبة فيكو تعملوا تلت قطبة بسنسال هون. كل ما بتكبره من القطبة بيكبر لياس. يعني كل ما بعمل تكرار للقطبة بيكبر لياس. ازا انا وقفت قبل كان فين يوقف كان كان صار اصغر. بقى هون ايه هيدا السر في البوليرو. كل ما كبرنا من القطبة بيكبر لياس تبع. وطبعا كل الاعتماد مش انه على كل الاياسات هو اكتر شيء آآ محيط الرقبة. وطول فتحة الكام. محيط الصدر. آآ فكرة فيه شغلة كتير مهمة بديقلكم اياها انه قد ما اشتغلته وحبيته تكبره ولقيته انه انه القطبة فيه هون عم تطلع عبعضها هيك. معلاش? هو على الاياس راح تفتح لانه فيه الصدر في حجم الصدر. طيب. بنرجع بنكمل تلات قطة بسنسال وبنكمل على القطبة. تلات قطة بسنسال. وقطبة حشو. لانوص غلة تاني ميلي. وصلت لتاني ميلي. هي متل ما شايفين. وكررت نفسي اللي عملته باول ميلي. كمان اشتغلت لوصلت لعنده وعملت قطبة حشو بالزاوية. وبالزاوية المقابلة لقلة. ورجعت كملت القطبة هياني عم كفية. بدي كفية ان شاء الله لاخر السطر. بعد ما بتخلص بكون خلاص انا عم بشتغل بس بجسمه للبوليروم. الظهر والصدر. وساعة بقدر كرر القطبة. قد ما بدي. آآ بس لوصل للطول يلي بدي اعمل البوليرو. حتى نحنا فينا نطوله اكتر ويصير جاكات. يعني فينا نعمل يلي بدنا ايان احنا مش مضطرين نمشي على الباترون آآ بحزافيره يعني. آآ وبعدين في شغلة آآ بدنا نوقف عمل الفا. يعني اطبة الفا والتزايد يلي عم نعمله بالامام. من بعد هون بدنا نوقف. وخلاص ما بقاله زوم لانه هوني نازلين دغرة. اياني وصلت لنهاية السطر. اخر تلات قطعة بسنسال. وقط بيت حشب. هلأ هيك برتفع. آآ طبعا هلأ في السطر تبع هيدول تلات تعوامي دي يلي بالداخل. صار فيني اعمله عادي. وامشي دغرة. بدون ما اعمل الفي اللي كنت عم بعملها باول السطر لأعمل تزايد فيها. اللي هي كانت عم بتزود لي بالقطب. هيك برتفع تلات قطعة بسنسال وبشتغل تلات تعواميه بالفراغ. وبكمل القطبة لوصل للاياس يلي بديها. او لوصلت لطول يلي بديها. ولما اياس بالمزورة. بطلع من حفرة القبض. لحد دي تحت. ستاش سبعت عشر سنتي. بتخيل هيك كتير كافي انه يكون بوليرو. طبعا هو على القياس احلى بكتير من هيك شكله. لانه هون مبينين انه فوق بعضهم. بس بس ينقاس. بالفعل بيطلع كتير مزبوط. متل ما شفناه بالفيديو تمام. آآ حتى هي قالت انه ازا حدا بيحب يضيف زرار. وعملت واحد له زرار. آآ ممكن نضيف زرين او ثلاثة. وبيتبكلوا عادي جدا. آآ وفي شغلة تاني كمان هي قالتها بالفيديو. لما حكيت عن الكمام. قالت انه ازا بتكوا تعملوا كم. فيكوا تسكروا آخر ثلاثة اناطر هون. نحنا عاملينهم. بتسكروهن هيك بالخيطان. حتى يعني حطت هون. لما حطت لكم هون الخيطان. كانت هي عم بتسكر شوي من فتحة الكم. آآ للي بدهن يكفو كم. لانه الكم ما بيكون بهالوسع هيدا كله. لأ بده يتديق على القليلة هيك. كمان ديقته. سكرت هيك بابري وخيطان بالعقدة. ومشيت عادة على على القطب. رجعت تكررت القطب. وقالت بتوصلوا لطول الكم يلي بتكون ياه. بتكون ياه نص كم بتعملوه. بتكون ياه كم بتوصلو للكم. يعني احنا من هالبوليرو فينا نحاولو لجاكات. ازا طولنا الكم. وطولناه من تحت. آآ وبس تخلص كل الطول اللي بتوصلو. بدت تعمل قطب زخرو فيه. بس رح تمشي عليها على الابة. يعني على الجنب من هون. وبدأ تبرم على الابة وترجع على الجنب التاني. لانه هي استفادت اخر سطر. خلته هو الاناطر. وكمان على الكم اخر سطر هو الاناطر. يعني ما بدو زخرف. لا من تحت ولا من على الكمان. الزخرف بدو يصير على الهون. اخر قطبة بدنا نشتغلها هون. هي نحنا عم نكمل قطبة الاناطر هون. بدنا نزخرفها من عالصدر بنبلش من هون الزاوية. بعد ما بتخلص كل القطبة. نعمل قطبة حشو باخر السطر. بنرجع بنرتفع تلات قطبة بسنسان. طبعا بدنا نعمل هون بنفس المطرح. عمودين. هي اول عمود. وهي تاني عمود. وما بننهيهم. ننهيهم كلهم سوا. متل ما عملنا قبل كتير. قطبة سنسان. وبنفوت هون عند العمود بنسبتهم بمنزلقة. بتصير هي اول قطبة زخارف عن الجنب. بنرجع بنرتفع تلات قطبة بسنسان. وبنكرر عمل عمودين بنفس المكان بدون ما ننهيهم. كمان بنسكرهم سوا وبنسكر بقطبة سنسان وبنرجع بنطلع على القطبة التانية على الفراغ. او بقلبس ناس الهايك بنسبتهم. يعني اهم ماشي عنا نحن ان هي تتثبت. كيف تتحكموا فيها سبتوها. بس بنحاول يعني نغرزها بين القطب منشان انه ما تبين. بتبين انه من خلال الشغل طالع. هيدي اكتر شيء قطبة بتلبى آآ للموديل هيدا لانه مبينين هون اللي بيشبهوه يلي تحت. وبتدلوا تكرروا الطريقة لاتخلصوا كل السطر هيدا اللي هو ما في يعني مشان ينختم بشكل اجمل من هيك. متل ما ملاحظين آآ هون عطى شكل جالس لما وقفت اعمل قطبة ال V. هوني كنت انا عم بعمل قطبة V بكل سطر من هيدو الاسطر. هاي اخرة V. وهون اخرة V. لما وقفت اعملها لل V هيا هوني. هيدا السطر. عملته عمود. منشان هيك آآ وقفت عملية عمل ال V. آآ نسيت قلكن ياها قبل منشان هيك هلا احبت تقلكن عشان تنتبهوا. هيدا ارجيكم ياها بتاني ميلي. اياها. كمان. كان V ماشي كله V. رجع صار جالس. كما بالنسبة للصباية اللي سألوني قالوا لي شو القطبة اللي هي عم تشتغلها. آآ القطبة اللي هي عم تشتغلها هي قطبة عمودة آآ ببرمة عادي مثل اللي نحنا بنعمله بس هي بتعمله بطريقة آآ لتخلي العمود مشدود اكتر وما يرتخي بعدين بعد ما بنخلصه. يعني نحنا لما بنعمل العمود عادي ازا ما شدينا ايدنا او ازا ما كان آآ القبرة بقياسة صغير بيرتخي العمود باخره حتى بنلاحظ بشغلنا. وقوات كتير بنتدي يعني بعمل عمود هيك عادي. بعد شوية بنتطلع هون بتشوفي انه هاي مسلا اوقات بترتخي او بتفلت او بتصير اوسع. منشان هيك في ناس كتير بيشتغلوا هالطريقة ومن زمان مش جديدة. آآ مسلا بدي اعمل انا عمود ببرمة. بقوم بعمل العمود هيك. خلص راح بعملو. ما بعملو اني ااخد اتنين وارجع ااخد اتنين وانتهت. لا. بعملو هيك. مسلا هيا العمود. اول وحدة لحالة بشتغلها هيك. برجع بعمل العمود متل ما احنا بنعرف. بيتول اكتر العمود وبيشد هيك يعني بتحسي انه ازا الواحد تدرب عليا وتعود بيصير الشغل كتير يعني مرتب. هي بعمل عمود تاني قدامكم. اول واحدة لحالة وعدين اتنين باتنين. اول مرة تاني مرة بتدائق اول فترة بتدائق ازا بديك تشتغل بها الطريقة بس بعدين بتتعود عليا. شوفي العواميد بيجو اطول. يعني ازا جيت انا اشتغلت هون عواميد عادي. عمودي العادي يعني اقسر من العمودي اللي بها الموديل هيدا. هي ان شاء الله يكون الفرق واضح. اه وكمان اه بيشد اكتر يعني بيت والو بيشد. بتحسيه كأنه عمود ببرمتين. بس هاي القطبة اللي هي عم بتستعمله عمود عادي. اه هيدا بالنسبة للي استفسروا عن القطبة. وبالنسبة للقطبة الزخرفية هي هي بتمشي فيها لاخر الشغل. وبس تختمي السطر بيكون خلاص جهز البوليرو. وصار تمام ان شاء الله وان شاء الله الاياس بيزبط معكم لانه هالمرة فعلا لاياس كبير. اه صار بيلبس من اربعين لاتنين واربعين. اه حتى يعني ازا حدا شوي ناصح. انا بالنسبة للي قياستو لحدا شوي ناصح ما تدايقوا من هون بالنسبة للقطبة. بس متل ما قلت لكم قبل فيكم تعملوا تلاتس ناس الهون ازا مدايقينكم. لهون كن وصلت لنهاية لقائي معكم اليوم. ان شاء الله ينفعكم الدرس ويكون الشرح واضح. ويكون قدرت جاوب عكل استفسارات الصبايا اللي سألوني عن هالبوليرو. اه وبتمنى اشوف تطبيقاتكم واي استفسار انا بالخدمة. اه بالنهاية بدي اشكركم عتشجيعكم الالي ودعمكم الدائم الالي وبدي اقولكم الله معكم.